مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدما نشتاحت موجة حر أغلب المناطق الشمالية يوم الغد بحول الله سيكون هناك تراجع في درجة الحرارة ولو تراجع طفيف مع أجواء شبع رادية على كل المناطق السحيلية وكذلك بعض الخلايا رادية التي ستكون مفقة ببعض الأمطار المحلية خلال الظاهرة هذا نحو المناطق الداخلية ومنطقة الأوراس خلايا رادية منعزلة ستمي شمال السحراء منطقة السورة كذلك بمرتفعات الهوغار والتاسيدي أجواء مشمسة تماما بالجنوب الشرقي لغاية الصحراء الوسطى بينما تبقى بعض الأمطار الرادية الموسمية تخص مناطق أقصى الجنوب فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد ستبقى مرتفعة وتفوق العشرين درجة على كل المناطق الشمالية لتصل إلى سبعة وعشرين درجة على مقياس بسكيك داعناب الطرف حتى بغيزان غربا جنوبا تلاتة وعشرون درجة ستسجل كأبنى مقياس أقول بمدينة طمن راس بينما أعلى مقياس سيسجل بالمنطقة الواحد كذلك بأقصى الجنوب الغربي بإثنان وثلاثين درجة خلال ظاهرة الغد الحرارة قصوى كما سابقا ذكر ستعرف تراجع لكن تبقى دائما مرتفعة 38 درجة ستسجل بالعاصمة بيتزيوزون نفس المقياس بيتبسا 35 درجة بسكيك داعنابات 37 درجة بوهران ترتفع إلى 40 درجة بقسنطينا 41 درجة ستكون كأبنى مقياس بغليزان أما جنوبا فهي لن تتعادى 38 درجة بمرتفعات الهوغار وتاسيلي وتبقى أجواء جد حارة تميز مناطق شمال للصحراء لغاية أقصى الجنوب ما بين 41 إلى 46 درجة كأبنى مقياس بورغلا إنصالح أدرار وتندوف كذلك ببرج بشي مختار فيما يخص الملاحة والصيد البحري يوم الغد البحر سيكون من قليل الاتراب إلى مطارب نحو سواحل الوسطى والغربية الرياح تكون معتدلة إلى قوية نسبيا تقرب 50 كم في الساعة بسواحل الغربية وتتنى من غربية تماما إلى جنوبية غربية بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله يوم الثلاثة أجواء على العموم غائمة بالمناطق الوسطى والغربية مرفقة بهبوب رياح قوية نحو كل السواحل كذلك بالمرتفعات الوسطى والغربية تبقى أجواء مشمسة على العموم بسواحل الشرقية رعدية نحو منطقة الأوراس سفقتان من شمال الصحراء إلى غاية الصحراء الوسطى بينما أجواء رعدية بأقصى الجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب درجة الحرارات تبقى مرتفعة نحو المناطق الشرقية تراجع طفيف نحو المناطق الغربية يوم الأربعة بحول الله تحسن في حالة السماء على كل المناطق الشمالية تبقى رياح قوية تخص كل السواحل والمرتفعات الوسطى والغربية نفس الوضعية الجوية على المناطق الجنوبية لكن درجات الحرارة ستعرف ارتفاع هذه المرة نحو المناطق الشرقية لتصل محليا إلى 46 درجة بالمناطق الداخلية نفس المقياس سيسجل بالصحراء الوسطى وحتى بأقصى الجنوب الغربي يوم الخميس بإذن الله تراجع محسوس لدرجات الحرارة وهذا على كل المناطق الشمالية إذن يوم الخميس ستبقى الأجواء مشمسة على المناطق الشمالية عدى المناطق الشرقية أجواء مغشة ورادية بمنطقة الأوراس تراجع محسوس لدرجة الحرارة على كل السواحل نعود إلى يوم الغد على مستوى العاصمة وقت شروق الشمس سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا وخمس دقائق والغرب على الساعة السابعة مساء وثمانية وثلاثين دقيقة مشاهدنا أشكركم على حسن المتابعة ودنتم في أمان الله شكرا